ينضم معنا من إسطنبول الدكتور عثمان العاني عضو مجلس إدارة جمعية التربية الإسلامية سابقا دكتور عثمان العاني بداية مرحبا بكم يعني هدم مسجد جمعية التربية الإسلامية في بغداد خلفيات هذه القضية هل لك أن تبينها لنا يعني أصل المشكلة بينكم وبين كلية التراث الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء أن هذه المشكلة هي مشكلة هي ليست جديدة بل هي قديمة هي ترجع حقيقة إلى طبيعة كلية التراث والجمعية التي تقف خلفها كلية طبعا الجمعية التراث نحن نعرف أن كلية التراث حقيقة فتحت في أواخر الثمانينات وتم الاتفاق أن هذه البناية التي تعود إلى جمعية التربية الإسلامية أن يكون هناك عقد بينها وبين جمعية التراث التي قام بتأسيسها في السابق يعني كان له دور خير الله طلفاح لكن حدثت بعض الإشكاليات هذه المشاكل هي اعتمدت على بدل الإيجار ابتداء وبعد أن كان المشروع هو يهدف أن تكون هي مشتركة بين جمعية التربية الإسلامية وجمعية التراث الأهلية وقعت مشاكل ترجع إلى طبيعة إدارة جمعية التراث لكلية التراث وليس للبناية باعتبار أن البناية هي تعود إلى جمعية التربية الإسلامية طبعا استمرت هذه المشكلة إلى تقريبا بداية الألفين رفعت جمعية التربية الإسلامية دعوة قضائية وكسبت القضاء باعتبار أن بدل الإيجار لا يفي متطلبات طبيعة البناء كانت جمعية التربية الإسلامية تأخذ تقريبا 150 ألف دينار مما حدى أنه في حينها قناة الشرقية أيضا وجهت قناة عفوا الشباب وجهت حول هذه المشكلة وطالبت بالحل نحن نعرف وقع الاحتلال بعد الاحتلال شكلت لجنة من جمعية التربية الإسلامية وكنت أحد أعضائها مع الأستاذ عبد الرحمن العاني رحمه الله وكان هو أيضا عضو مجلس الإدارة وذهبنا إلى كلية التراث وتم هناك لقاء في وزارة التعليم العراقية وكان أحد الذي يشرف على هذا اللقاء بتوجيه من الوزير الدكتور عبد الرحمن الحسيني لمناقشة هل أن كلية التراث تبقى في البناية أم تخرج من البناية لأنه كان قرار جمعية التربية الإسلامية بخروج كلية التراث من البناية لوجود إشكالية إدارية من قبل جمعية التراث وكلية التراث للكلية طبعا وصلنا إلى اتفاق وكان يمثل في تلك الفترة عميد الكلية الدكتور عمار المعاضي وحقيقة الاتفاق توصلنا إلى الأمر الآتي وضعنا عقدا قانونيا وتم استشارة الجهات المعنية أنه ما لا يقبل الشرك وهذا طبعا مثل ما نقول أنه يوجد جامع الإمام أبي حنيفة مثل ما نقول جامع الكاظم مثل ما نقول باقي المساجد أن بناء التربية الإسلامية هو وقف لجمعية التربية الإسلامية لا يقبل النظر الاتفاق توصلنا إلى إيجاد عقد استئجار جديد بموجبه على كلية التراث أن تدفع بدل الإيجار ولكن غير ملزم للتمديد من جهة جمعية التربية الإسلامية وتساهلت جمعية التربية الإسلامية لوجود طلاب حتى لا يقع الضرر على الطلاب لأن المشكلة هي مشكلة إدارية في الكلية وأن جمعية التربية هي هدفها نشر التربية والتعليم وكانت لها مدار السابقة لأجل هذه الغاية وكان الحوار مع عمادة الكلية بأنه يا ناس عندكم طلاب تولوا إدارة قضية الطلاب لأن جمعية التربية الإسلامية تنوي أن تفتح كلية أهلية أو مدارس أهلية باعتبار أن هذه في الأصل مدرسة من مدارس التربية الإسلامية دكتور عثمان ما هي الوثائق التي تثبت ملكيتكم لأرض الكلية والجمعية؟ طبعا الوثائق كثيرة لأنه في الأصل أنه كل قرارات جمعية التربية الإسلامية التي تعود للملكية تسجل في مثلا مجلة الوقائع العراقية الرسمية من عام 1949 إلى إعادة صدور المجلة حقيقة بعد الاحتلال ومن بينها أيضا هناك طبعا عقد الطابو الرسمي الذي يثبت ملكية الأرض وملكية البناء لجمعية التربية الإسلامية هذا طبعا لا يقبل الشك ولهذا حقيقة كل الدعوات القانونية والقضائية كانت تصفي صالح جمعية التربية الإسلامية لم تكن هناك دعوة منازعة ملكية أبدا ما كانت من طرف لا جمعية التراث ولا كلية التراث رفعت دعوة لمنازعة الملكية ملكية البناء ولكن كان الطرف الآخر يرفع دعوة باتجاه هل أنه يمكن إخلاء البناء أم لا يمكن الإخلاء يعني بالعربي الفصيح بالعراقي واحد من طبيعة استئجار صاحب الملك أراد أن يخرج من يسكن في هذا البيت لوجود ضرر يسببه في هذا البيت هذه القضية ولكن دكتور هناك كتاب رسمي لدى كلية التراث يقول إن جمعية التربية الإسلامية قامت بحل نفسها يعني هل هذا صحيح؟ طبعا هذا الكتاب يعني عفوا نحن نعلنه لا يوجد عندنا شيء هناك مسألة من المعروف بداهة أن الجمعيات والمؤسسات إن صح تابير المجتمع المدني كانت تخضع لوزارة الداخلية وللعلم هذه الجمعيات طلب منها بحسب النظام الجديد لإدارة منظمات المجتمع المدني أن تنتقل من وزارة الداخلية إلى الانجي او منظمات المجتمع المدني وأن تأخذ تصنيفا دوليا بهذا الاتجاه عليه جميع الجمعيات حلت نفسها حلت طبيعة الارتباط بينها وبين وزارة الداخلية وذهبت وقامت بتسجيل نفسها في منظمات المجتمع المدني بدليل أن هناك كما قلنا هذا البيان يعني عندنا مثلا هذا الكتاب الرسمي يثبت أن هناك تسجيل تم بعد قرار الحل وهذا هو قرار الحل هو ليس قرار حل حقيقة هذا هو قرار فك ارتباط تاريخه متى؟ 2011 يستند إليه الطرف الآخر طيب أنت يا أخي تستند في 2011 أنت لا عايش بالعراق قرار نقل ملكيات الجمعيات إلى الانجي او لكن هذا قرار شهادة الانجي او 2015 ثم إذا كانت جمعية التربية قد حلت نفسها لماذا تأتي كلية التراث في عام 2017 إلى عام 2018 في العقد الجديد وتوقع مع جهة قد قامت بحل نفسها لماذا تتعامل مع جهة وهمية؟ إذن هذا الكلام كله هو لعب لعب في المصطلحات ولعب في القوانين ولكن القانون لا يرى هذا ما رد فعل ما جواب مجلس محافظة بغداد بعدما كانت جمعية التربية الإسلامية قد خاطبته بشأن التدخل لوقف هذه الانتهاكات هو لربما لسأل ان يسأل لماذا جمعية التربية الإسلامية تخاطب مجلس محافظة بغداد باعتبار أن مجلس المحافظة يرعى منظمات المشتوع المدني هذا أولا ثانيا بعد البيان حال ما الذي حدثه ما الذي وقع أنا أرجو حقيقة أنه قبل أن ندخل في هذا السؤال أن نجيب على مسألة ما هي طبيعة العقد بيننا وبين كلية التراث حتى نحل الإشكال للمستمع طبعا قدمنا هذا العقد آخر عقد تم التوقيع بيننا وبين كلية التراث وقام بتوقيعه رئيس الجمعية الدكتور فاضل كوبيسي فاضل كوبيسي قام بتوقيعه ينص لأنه هذا العقد تمت صياغته من عام 2005 مع الدكتور عمار المعاضيلي مع رئيس عميد كلية التراث ينص أنه بتحديد الأبنية التي تشغلها كلية التراث وبدل الإيجار الذي يدفع باستثناء الجامع وقاعة الاحتفالات وكذلك الممر الخاص الذي تتولى جمعية التربية الإسلامية بإدارة نفسها باعتبار أن الجامع هو وقف لا يجوز التعامل معه وأن هناك قرار كان في عام 1971 القرار الذي صدر من مجلس قيادة الثورة بحل كل المدارس الأهلية استثنى ومصادرة الأبنية مثلا كلية بغداد وغيرها والكل يعرف هذه قصة كلية بغداد هذا القرار ينص أنه يستثنى الأبنية التي فيها وقفيات فتم إرجاع بناية جمعية التربية الإسلامية إلى التربية الإسلامية لوجود فيها مسجد وقف وأن الأرض هي وقف دكتور عثمان ما الأجزاء التي جرى هدمها هل فقط اقتصر الموضوع على مسجد الجمعية؟ وهو الآن طبعا هي وقعت يعني نحن نقول من عجائب الأمور أن حتى الكيان الصهيوني إذا أراد أن يقوم بهدم يجد له آلية قانونية لكن يبدو أن هذا الطرف حتى ليس عنده أخلاق الكيان الصهيوني أنا سأقولها بصراحة هنا تم هدم المسجد وتم اقتحام المسجد وكأن المعني هو لا يعرف قيمة المسجد طبعا البناء التي أظن أن تظهر عندكم باللون الأحمر هي هذه المسجد هذا هو المسجد وهو يسعي إلى 250 مصلي وفيه طبعا تم بنائه بطريقة عباسية هندسية عن طريق المهندس حازم التك المشهور في التصميم الهندسي استندت كما تقول ليست كلية التراث المتعهد خارجي علما أن شرط الجمعية بالتعاقد مع كلية التراث يكون مع العميد حصريا باعتبار أن العميد يدير مؤسسة علمية بحثية ليس باعتباره رجل تاجر هذه النقطة اللون الأحمر هو الذي تم هدمه تدخلت بعض القوى الأمنية وبعض الهدى حقيقة وبعض الناس الذين يعرفون تاريخ وأوقفوا الهدى مع كل ما ذكرته من الوثائق ومن أدلة ومن توضيحات هذه كلها نتكلم هنا كما تفضلتم عن أكبر وقفية ببغداد ولكن السؤال هنا من المستفيد من عمليات الهدم هذه التي جرت طبعا هو يعني جمعية التربية الإسلامية للعلم هي تمثل تاريخ الترابط المجتمعي للعراق تأسست في عام تسعة واربعين وكان الشيخ أمجد الزهاوي وهذه الجمعية شهدت زيارات وعلاقات كانت تتم بين مثلا جامع الإمام أبي حنيفة وكلية الإمام أبي حنيفة والكليات العلمية حقيقة التي تتبنى نقول أهل السنة الأسف الآن هذا التصنيف وكذلك مع الشيخ مثلا محمد الكاشف الغطاء ومحسن الحكيم وهذه كلها تولى إدارتها أيضا بعد ذلك الأستاذ عبد الكريم زيدان رحمه الله وكذلك الشيخ الأستاذ كاظم المشايخي الأستاذ كاظم المشايخي في الأصل كان رئيس جمعية التربية الإسلامية علما أن تاريخه كان مثلا مدير مكتبة الكاظمية وكان على علاقة طيبة مع كل أهل الكاظمية فجمعية التربية الإسلامية هي تمثل تاريخ العلاقة والمشاركة الحسنة للمواطن المواطنة الصالحة لطبيعة الشعب العراقي ولهذا حقيقة هي لم تتعرض لأي اعتداء منذ العهد الملكي إلى العهد الجمهوري إلى مجيء الشيوعيين حتى في زمن حزب البعث حينما تم المصادرة وتم هناك إجراءات قانونية تم إرجاع الأبنية علما أنها لم تيثبت أنها وقفت مع أي قضايا سياسية هي لا تتدخل بالسياسة المستهدف يا أخي الكريم هي ذاكرة الشعب العراقي هوية الشعب العراقي قيمة بغداد هذا الذي أريد أن نوصله لعل المستهدف أيضا بناء الجمعية أيضا وليس فقط المسجد يعني أنتم لاجأتم إلى القضاء هل يمكن التعويل على القضاء بلوجوءكم إليه؟ هو أولا نستطيع أن نقول هذا الغزو الجديد مثل الغزو الأمريكي الذي دخل وأفسد وقام بتهديم الجامع هو اختار أيام العيد المبارك والقضاء حقيقة لا زن أنه أغلب القضايا التي رفعت القضاء حقيقة يأخذ موقف إيجابي لكن اليوم القضاء في العراق يعاني من إرباك حقيقة هذا كل شعب العراقي يعرفه بدليل أنه لو أرادت جهة النزاهة أن تفتح ملف أين تذهب أموال كلية التراث؟ نسأل هذا السؤال لماذا يعني تلجئون إلى فقط جمعية التربية الإسلامية والمحاسبة؟ اليوم القضاء حقيقة قدمت قضايا وتوقفت عملية الهدم بدليل لكن لا زال الاعتداءات لمنع نقل الصورة الحقيقية بدليل ما تعرض له الصحفيين من قناة الشرقية بالهجوم حينما دخلوا من الباب الرئيسي للجمعية وتعرضوا للضرب ولمنع التصوير نحن نقول القضية حتى تكون بالصورة الأولى في بداية هي اعتداء واليوم دور القضاء ودور المؤسسات الدولة أن تعالج القضية حتى لا تفسر بأنها منهج طائفي وضحت الصورة نشكرك شكرا جزيلا دكتور عثمان العاني عضو مجلس إدارة جمعية التربية الإسلامية سابقا كنت معنا من استمول شكرا لوجودك معنا